أقامت مؤسسة حياة كريمة احتفالية قبرى بالتعاون مع محافظة المينيا لتسليم مئة جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة وذلك ضمن مبادرة يدوم الفرح والتي يتم تنفيذها ضمن فعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد محافظة المينيا أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصرية